تعال بيناك هنشوف وقولك على سر من اسرار موجودة داخل الروتر انت متعرفهاش طبعا ده روتر اللي هو الهوم ويرلس انترنت بدون خط ارضي زي ما انت شايف كده ما بيتركبش فيه اي خط ارضي خالص لكن فيه سر يخليك انك تقدر تزود مدى الروتر ده يعني البعد بتاعه حوالي 200 متر ممكن تزود اكتر من كده لكن هنعرف كده مع بعض ايه هو السر اللي موجود داخل الروتر والسر طبعا فيه ظهر الروتر يلا بيناك انام ده الفيديو علشان ما اطولش عليه طبعا الروتر ده واحد من اهم اسراره شايف انت العلامة دي العلامة دي اللي هي الخاصة بالن اف سي الان اف سي لو انت بس الجهاز بتاعك بيدعم الخاصية دي مجرد بس ما بتيجي تقرب على الجهاز كده على طول بيلقب معاك شبكة الواي فاي لكن انا جاي اقول لك برضو على سر تاني مجرد بس ما بتيجي تقلب الروتر هتلاقي فيه نوعين من البوكسات دي زي ما انت شايف البوكس ده وراه سر كبير قوي كل عليك بس انك بتروح تفك الغطة ده بتفك الغطة زي ما انت شايف كده هو طبعا الغطة ممكن تفكه بمفكه او بتفكه بصبعك الابهام لان مش تعف تفكه بصبعك ده هتفك بصبعك الابهام كده تمام زي ما انت شايف كده طبعا ده عبارة عن ايه دول عبارة عن ايه دول بيتركب فيهم حاجة اسمها انتنة زي ما انت شايف كده دي اسمها انتنة الانتنة دي طبعا مهمة جدا جدا في ال اكسس بتاعنا طبعا ازاي كل عليك بس بيقى فيه حاجة كده عامل شبه القلوز جوه هنا بتخليها تركب بالشكل ده كده تمام زي ما تشايف كده رجبت برضو كذلك برضو هتجيب الناحية التانية هنا بالشكل ده كده خلي بالك من المقطة دي طبعا الانتنة دي بتساعد ان هي بتجيب لك اشارات الانترنت بتخليها لك ابعد وبتخليها لك اسرع يعني انت لو في مكان عندك في البيت مش عارف توصل فيه الراوتر بتاعك او شبكة الراوتر هي هتوصل بالانتنة دول الانتنة دي موجودة على امازون وموجودة برضو عند اي حد بيبيع مثلا ريموتات او بيبيع ريسيفرات هتلاقيه عنده الانتنة دي قوله بس الانتنة هتبقى بالشكل القدامك ده كده انا هحاول افكها لك تاني طبعا انا عايز اعرفك اكتر على الانتنة دي دي بتبعت اشارات لمدى ابعد يعني لو الاكسس بتاعك بيجيب لحد 100 متر هو هيجيب لك اكتر من 100 متر زي ما انت شاب دي شكل الانتنة انا حاول اوضحها معكم كده تمام انا حاول اوضحها لك دي شكل الانتنة تمام ودي شكلها من جوة هي بتبقى بالشكل القدامك ده كده طبعا هي صغيرة في حاجات اكبر من كده يعني ممكن ده تكلفك حوالي واحد دولار او واحد ونص دولار لكن في حاجات اكبر من كده ممكن تكلفك اه تقريبا حوالي اه عشر دولار وفي حاجات بخمستاشر دولار لكن دلوقتي تقدر تستخدمها معك بالشكل ده كده يعني دي حاجة اسمها دي الاغوز هنا كده بتركب انا حاول اوضح لك دي بتركب هنا بالشكل ده كده تمام خلاص كده وطم انت عاملها بالشكل ده عاوز تبعت اشارات طبعا اشارات بتمشي في الانتنة دي بتمشي بمستويات معينة يعني انا عايز اوضح لك حاجة كده ان المستويات بتاعتها بتلف بشكل دائري يعني بتجري كده بشكل دائري تفضل ماشي بدائرة 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 ودي برضو نفس النظام فانت ممكن تخلي في الشقة عندك او في البيت عندك واحدة بالشكل ده كده واحدة مستقيمة بحيث انه هو بيوزع شكل دائري لفوق وده بيوزع حوالي البيت زي ما انت شايف بالشكل ده كده وهتبقى دي تركيبة الأكسز طبعا ما تنساش انك تربط القطعة دي كويس جدا لازم تربطها كويس علشان ما تقعشي منك بالشكل ده كده اهي ودي برضو نفس النظام وبنربطها كده كويس اهي طول ما انت بتيجي تربط القطعة دي او الأنترنة كويس مش هتحس فيها اي خلخلة خالص تمام وتبقى بالشكل ده كده وبتبدأ تركب الراوتر معاك بشكل سليم طبعا رابط الأنترنة دي تقدر تشتريها من الرابط اللي يسابولك في التعليقات او الوصف او انك تقدر تشتريها من اي حد خاص بيبيع ريموتات او بيبيع اي حاجة تبع ريسيفر او الاطباق ديش الخاصة بالأمر الصناعي وبكده عن الشرح انتهى اتمنى يكون الشرح عجبك يارف من الساشة عمني بلايك وسبسكرايب وسلام اشتركوا في القناة